بسم الله الرحمن الرحيم يا انسان بعد الجوع شبع وبعد الضمائر وبعد السهرين وبعد المرض عافية وبعد الفقر غن وبعد السجن حرية لا تحسن طرد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة شجن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة حبس بن تيمية فصار علم الأمة لا تحسن وضع السرخص في كاربير معطلة فأخرج ثلاثين مجلد وبعد ابن الأثير فصنف أربعين مصنفا لا تحسن سفي بن الجوزي فتعلم القراءة أصابت الحمى مالك ابن الريب فصار شعر الدنيا ماذا ابن وابي ذويب الهذن فرزاهم بإلياذة أنصت لها الدهن وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ وقف إذا داهمتك داهية صنظر في الجانب المشرك منها ولا تحسن إذا أهدى لك أحدهم ثعبانا وزجلته السمين وترك باقية ولا تحسن دعوة تعز بأهل البلاء اصبر صبر واثق بالفرق ولا تحسن اصبر مهمد لهمة الخطور وأظلمت أمامك الدروب فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكر وإن مع الوسي يسرى ولا تحسن ولا تحسن ولا تحسن تصبر إن عقب الصبر خير ولا تجزع لنائبة تنوب فإن النصر بعد العسر يأتي وعند الضيق تنكشف الكروب وكم جزعت نفوس من أمور وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قليل لا تحسن لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمى وحبس الشم لا تحسن لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء وتبعثر الماء وتغير السماء وتهلق الحديقة الغناء لا تحسن لأن المحزون كنهر الأحمد ينحدر من البحر ويصب في البحر لا تحسن فإن عمرك الحقيقي سعادته وراحة بالك لا تحسن فإن أموالك التي في خزينك وبصورك السامقة مع الحزن والأسى والياس زيادة في أسفك وهمك وغمك لا تحسن فإن عكاكير الأطباء ودواء الصيادلة وصفة الحكيم لا تسعدك لا تحسن وأنت تمرك الدعاء وتجيد الانقراح على عتبات ربوبية لا تحسن فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى لا تحسن فقد حار الأطباء لا تحسن وعجز الحكماء لا تحسن وتساءل الشعراء لا تحسن وبارت الحيام منفاذ القطرة وفوع القضاء لا تحسن عسى فرج يكون عسى نعلن نفسنا بعسى فلا تقنط وإلا قيت هم من يقبض النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئسى لا تحسن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قم صلي اقرأ سبح ظالع اكتب رتب ابدع اعمل تحرك اعطي محروما انصر مظلوما انجل مقروبا قطع جائع اجل مريضا اجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلقك اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم لا تحزن الدرة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عائد بن عبد الله القرن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واناه وبعد فعنوان هذه المحاضرة لا تحزن وهي رسالة لكل مهموم ومغموم ومحزون تقول له لا تحزن وهي خطاب لكل مصاب ومبتلى وكل من سحقته المشقة والعنى تقول له لا تحزن وهي نداء لكل من أحذقت به المصائب وأحاطت به النكبات وخنقته الأزمات تقول له لا تحزن وهي دعوة لمن فقد ابنه وفجع بثمرة فؤاده وأصيب بصفيه من أهل الدنيا ونعي إليه حبيبه تقول له لا تحزن وهي عمل لكل من أذكرته الديون وعظه الفقر وأمضته الحاجة وأحاطت به الباساء تقول له لا تحزن وهي مواساة لمن أكعده المرض ونغس عيشه السكم وأقض مضجعه الألم وشرد نومه الياس تقول له لا تحزن وهي عزاء لمن أوصدت عليه الأبواب ولمن ذاق مرارة الغربة واحتسى كأس الفراق وشرب علق من إحباط تقول له لا تحزن وهي سلوة لمن أسرف على الانتحار ومل الحياة وسيم العيش وعاف البقاء تقول له لا تحزن عناصر المحاضرة إن مع العسر يسرى فكر واشكر ما مضى فات يومك يومك اترك المستقبل حتى يأتي مواجهة النقد الآثم لا تنتظر شكرا من أحد الإحسان إلى الغير شراح للصدر أطرد الفراغ بالعمل قضاء وقدر اصنع من الليمون شرابا حلوا أم من يجيب المضطر إذا دعاه العوض من الله الإيمان هو الحياة اجن العسل ولا تكسر الخلية ألا بذكر الله تطمئن القلوب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اقبل الحياة كماهي تعز بأهل البلاء الصلاة الصلاة حسبنا الله ونعم الوكيل قل سيروا في الأرض فصبر جميل لا تحمي الكرة الأرضية على راسك لا تحطمك التوافه ارضي بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض وقفات وهذه هي التفاصيل إن مع العسر يسرى يا إنسان بعد الجوع شبع وبعد الضميري وبعد السهر نوم وبعد المرض عافية وبعد الفكر ذنا وبعد السجن حرية سوف يصل الغائب ويهتد الظال ويفك العاني وينكشع الظلام فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده بشر الليل بصبح صادق يطارده على روس الجبال ومسارب الأودية بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية إذا رأيت الصحراء تمتد تمتد فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال إذا رأيت الحبل يشتد يشتد فاعلم أنه سوف ينقطع مع الدمعة بسمة ومع الخوف أمن ومع الفزع سكينة النار لا تحرق إبراهيم التوحيد لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة بردا وسلاما البحر لا يغرق كريم الرحمن لأن الصوت القوي الصادق نطق بي كلا إن معي ربي سيهدين المعصوم في الغار بشر صاحبه بأنه وحده سبحانه معنا فنزل الأمن والفتح والسكينة إن عبيد ساعاتهم الراهنة وأرق أظروفهم القاتمة لا يرون إلا النكدة والضيق والتعاسة لأنهم لا ينظرون إلا إلى جدار الغرفة وباب الدار فحسب ألا فليمد أبصارهم وراء الحجب ألا فليطلق وعنة أفكارهم إلى ما وراء الأسوار ألا فليحسن الظن بالعزيز الغفار إذن فلا تذك ضرعا فمن المحال دوام الحال وأفضل العبادة انتظار الفرج الأيام دول والدهر قلب والليالي حبالة والغيب مستور والحكيم كل يوم هو في شأن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإن مع العسر يسرا دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي وانظر إلى يونس بن متى عليه السلام في ظلمات الثلاث لا أهلا ولا ولدا ولا صاحبا ولا حبيبا ولا كريبا إلا الله الواحد الأحد فهتف بالكلمة الصافقة المؤثرة الناصعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجأ الفرج ويعقوب عليه السلام يقول لأبنائه لا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلا يأس والله يدعى ولا قلود والله يرجى ولا خيبة والله يعبت ولا إحباب والله يؤمل جل في علاه فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى وانظر إلى أخبار الأمم وقصص الدول كيف غلب الله على أمره جل في علاه لأنه الفعال لما يريد فجاء باليسر بعد العسر سبحانه وفي حديث حسن ولن يغلب عسر يسرين المنصور بن أبي عامر الملك الأندلسي حكم بقتل عالم من العلماء وأعطى السياف ورقه أراد أن يكتب فيها يقتل فكتب يطلق فردها السياف إليه فشطبها وكتب يطلق فردها إليه فشطبها وكتب يطلق يريد أن يقتل فلما كتب يطلق تعجب واحتار وقال والله إنه لأمر الله جل في علاه والله ما أردت إلا قتله وإنه ليطلق على رغم أمفي فأطلقه كل يوم هو في شأن شهرت عيون ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون فكر واشكر المعنى أن تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدمك وإن تعدوا نعمة الله لا ترسوها صحة في بدن أمن في وطن لذاء وكساء هواء وماء لديك الدنيا وأنت ما تشعر تملك الحياة وأنت لا تعلم وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وأمن في أوطان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد بترت أقدام وأن تعتمد على ساقك وقد قطعت شوق أحقير أن تنام من عينيك وقد أطار الألم نوم الكثير وأن تملأ معدتك من الطعام الشهي وأن تكرع من الماء البارد وهناك من عكر عليه الطعام ونضس عليه المنام بأمراض وأسقام تفكر في سمعك وقد عفيت من الصمم تأمل في نظرك وقد سلمك من العمى انظر إلى جلدك وقد نجوت من البرس والجذام إلمح عقلك وقد أنعم عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهباء أتحب بيع سمعك وزن ذهلان فضة هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤنئ والياقوت لتكون أقطع إنك في نعم عميمة إنك في أفضال جسيمة إنك في آياد عظيمة ولكنك لا تدري تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهاني والعافية الوارفة تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة وقناطير مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء فكر واشكر وفي أنفسكم أفلا تبشرون فكر في نفسك فكر في أهلك فكر في بيتك فكر في عملك فكر في عافيتك فكر في أصدقائك فكر في الدنيا من حولك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ارضي بما قسم الله لك تكن أغنى الناس خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل سار منها بغير الطيب والكفني ويقول أبو العتاهية رئيف خبز يابس تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة خالية نفسك فيها راضية ومصحف تدرسه مستندا لسارية خير من السكنة بظلات القصور العالية من بعد هذا كله تسلى بنار حامية تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن لمآسيه حمق وجنون وقتل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى يغلق عليه أبدا في زنزانة النسيان يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا يخرج أبدا ويوصد عليه فلا يرى النور لأنه مضى وانتهى للحزن يعيده للهم يصلحه للغم يصححه لالكذر يحييه لأنه عدم لا تعش في كابوس الماضي وتحت مظلة الفائت انقذ نفسك من شبح الماضي أتريد أن ترد النهر إلى مصبه والشمس إلى مطلعها والطفل إلى بطن أمه واللبن إلى الثذي والدمعة إلى العين إن تفاعلك مع الماضي وقلقك منه واحتراقك بناره وانطراحك على اعتابه وضع مأساوي رهيب مخيف مفزع الكراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر وتمزيق للجهد ونسف للساعة الراهنة ذكر الله الأمم وما فعلت ثم قال تلك أمة قد خلت وقال لأوليائه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم انتهى الأمر قضية المسألة لا طائل من تشريح جثة الزمان وإعادة عجلة التاريخ إن الذي يعود للماضي كالذي يضحن الطحين وهو مضحون أصلا وكالذي ينشر نشارة الخشب وقديما قال لمن يبكي على الماضي لا تخرج الأموات من قبورهم وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا للحمار لما لا تجتر قال أكره الكذب إن بلأنا أننا نعجز عن حاضرنا ونستغل بماضينا نهمل قصورنا الجميلة ونندب أطلالنا البالية ولأن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما مضى لما استطاعوا لأن هذا هو المحان بعينه إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف لأن الريحة تتجه إلى الأمام والماء ينحدر إلى الأمام والقافلة تسير إلى الأمام فلا تخالص سنة الحياة يومك يومك إسمع إلى الأثر الثابت إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح اليوم فحسب سأعيش فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن اليوم الذي أضلتك شمسه وأدركك نهاره هو يومك فحسب عمرك يوم واحد ما مضافاتا والمؤمن غيب ولك الساعة التي أنت فيها فاجعل في خلدك العيسر هذا اليوم وكأنك وردت فيه وتموت فيه حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف وتحفه المرعب لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك لليوم فقط وجه ابداعك وكذك وجهدك لهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة وتلاوة متدبرة واطلاعا بتأمل وابداعا برقي وذكرا بحضور واتزانا في الأمور وحسنا في خلق ورضا بالمكسوم واهتماما بالمظهر واعتناءا بالجسم ونفعل الآخرين لليوم هذا الذي أنت فيه تعيش فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات ومن ثوانه شهور تزرع فيه الخير تشدي فيه الجميل تستغفر فيه من الذنب تذكر فيه الرب تتهيأ للرحيل تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا وأمنا وسكينة ترضى فيه برزقك بزوجتك بأطفالك بوظيفتك ببيتك بعملك بمستواك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج ولا صخط ولا حقد ولا حسد إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجعلها أيضا على مكتبك تقول العبارة يومك يومك إذا أكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم فهل يضرك خبز الأمس الجاف الردي أو خبز غد الغائب المنتظر إذا شربت ماء عذبا زلالا هذا اليوم فلما تحزن مماء أمس المالح الأجاج أو تهتم لماء غد الآس الحار إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فلاذية صارمة عارمة حاسمة حازمة جازمة لأخضعتها لنظرية لن أعيش إلا هذا اليوم حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم يومك يومك أيها الإنسان أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد الحياة في أبهى صورها وأجمل خلالها أترك المستقبل حتى يأتي أتى أمر الله فلا تستعجله لا تستبق الأحداث أتريد إجهاض الحمل قبل إتمامه وقطع الثمرة قبل النظر إن غدا مفقود لا حقيقة له ليس له وجود ولا طعم ولا لون ولا رائحة فلماذا نسجل أنفسنا به ونتوجس من مصائبه ونهتم لحوادثه ونتوقع كوارثه ولا ندري هل يحال بيننا وبينه أو نلقاه فإذا هو شرور ونور وحبور المهم أنه في عالم الغيب لم يصل إلى الأرض بعد إن علينا أن لا نعبر جسرا حتى ناتيه ومن يدري لعلنا نقف قبل وصول الجسر أو لعل الجسر ينقطع بنا وربما وصلنا الجسر ومررنا بسلام لعمر كما تدري الظوارب بالحصى ولا زاجرات الطير من الله صارعوه لا يعلم الغيب إلا الله فانتظر معودك مع الحياة وكن سعيدا بيومك إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب الغيب ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة منقوط شرعا لأنه طول أمل ومذموم عقلا لأنه مصارعة للظل إن كثيرا من هذا العالم يتوقع في مستقبله الجوع والعري والمرض والفقر والمصائب وهذا كله من مقررات مدارس إبليس الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وكل بها ربا عليما حاكما جل في علاه كثيرهم الذين يبكون لأنهم سوف يجوعون غدا وسوف يمرضون بعد سنة وسوف ينتهي العالم بعد مئة عام إن الذي عمره في يد غيره لا ينبغي له أن يراهن على العدم والذي لا يدري متى يموت لا يجوز له الاشتغال بشيء مفقود لا حقيقة له اطرق غدا حتى يأتيك لا تسأل عن أخباره لا تنتظر جحوفه لأنك مشغول باليوم وإن تعجب فعجب هؤلاء الذين يقترضون الهم نقدر ليقضوه نسيئة في يوم لم تشرق شمسه ولم يرى النور فحذار من طول الأمل كيف تواجه النقد الآثم الرقعاء السخفاء الحمقى التافهون سب الخالق الرازق جل في علاه شتم الواحد الأحد الذي ذهب بالجمال والكمال والجلال لا إله إلا هو فماذا أتوقع أنا وأنت ونحن أهل الحيف والخطر إنك سوف تواجه في حياتك حربا ضروسا لا هوادة فيها من النقد الآثم المر ومن التحطيم المدروس المقصود ومن الإهانة المتعمدة ما دام أنك تعطي وتبني وتؤثر وتصطع وتلمع وتبدع ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفكا في الأرض أو سلما في السماء فتفر من هؤلاء أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم ما يسوءك ويبكي عينك ويدمي مقلتك ويقض مضجعك إن الجالس على الأرض لا يسقط إن الناس لا يرفسون كلبا ميتا لكنهم يغضبون عليك لأنك فقتهم صلاحا أو علما أو أدبا أو مالا أو بيانا أو زهدا فأنت عندهم مذنب لا توبث لك حتى تترك مواهبك ونعم الله عليك وتنخلع من كل صفات الحمد وتنسلخ من كل معاني النبل وتبقى بليدا غبيا صفرا محطما مقدودا هذا ما يريدون بالضبط إذن فاصمد لكلام هؤلاء إذن فاثبت أحد إذن فاصبر على نقدهم وتشويهم وتجريحهم وتحقيرهم إذن كن كالصخرة الصامتة المهيبة تتكسر عليه حبات البرد لتثبت وجودها وتعلن صمودها وقدرتها على البقاء إنك إن أصريت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك وتكدير عمرك ألا فاصفح الصفحة الجميل ألا فاعرض عنهم ولا تكو في ضيق مما ينكرون إن نقدهم السخيف ترجمة محترمة لك وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل إنك لن تستطيع أن تغلق أفواها البشر ولا تستطيع أن تعتقل ألسنتهم لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنيهم بتجافيك لهم وإهمالك لشأنهم والطراحك لأقوالهم فلموتوا بغيظكم وكلمة حاسد من غير الجرم سمعت فقلت مري فانفذيني وعابوها علي ولن تعبني ولم يندالها أبدا جبيني حسد الفتاة إن لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء كن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميمه وشكوت من ظلم الوشاة ولم تجد ذا سؤدد إلا أصيب بحسدي لازلت يا سبط الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسدي إنك تستطيع أن تصب في أفواه هؤلاء الخردل بزيادة فضائلك وتربية محاسنك وتقويم عوجاجك إن كنت تريد أن تكون مقبولا عند الجميع محبوبا لدى الكل سليما من العيوب عند العالم فقد طلبت مستحيلا وأملت أملا بعيدا ألا يكفيك أن الواحد جل في علاه القحار تباركت أسماؤه الكامل تقدست آلاؤه يقول يسبن ابن آدم وما ينبغي له ذلك ويشتمن ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما سبه إياي تعالى الله في عليه أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وأما شتبه إياي فإنه يقول إني اتخذت صاحبة وولدا وأنا الله لم أتخذ صاحبة ولا ولدا وهذا هو الله جل في علاه ورسولنا صلى الله عليه وسلم من بلغ الكمان البشر سبا وشتما وهجيا وقيل له ساحر وشاعر وكاهن وكذاب ومجنون فنزل عليه فاصفر الصبح الجميل فاصفر صبرا جميلا لا تنفضل شكرا من أحد خلق الله العبادة ليذكروه ورزق الله الخليقة ليشكروه فعبد الكثير غيره وشكر الغالب سواه لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غالبة على النفوس فلا تسدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك وأحرقوا إحسانك ونسوا معروفك بل ربما ناصبوك العداء ورموك بمن جنيك الحقد الدفين لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم وما نكموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وطالع سجل العالم المشهود فإذا في فصوله قصة أب رب ابنه وغذاه وكساه وأطعمه وسطاه وأدبه وعلمه سهر لينام جاع ليشبع تعب ليرتاح فلما ضر شارب هذا الابن وقو يساعده أصبح لوالده كالكلب العطور استخفافا وخصة وازدراء ومكتا وعقوكا صارخا وعذابا وبيلا وبغيا أثيما وربيته حتى إذا ما ترقته أخى الفحل وأستغنى عن الضر شاربه تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو ظالم ألا فليهدئ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوس الفطر ومحطم الإرادات وليهنأ بعوض المثوبة عند من لا تنفى الخزائنه إن هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل وعدم الإحسان للغير وإنما يوطنك على انتظار الجحود والتنكر لهذا الجميل والإحسان فلا تبتأس بما كانوا يصنعون اعمل الخير لوجه الله لأنك الفائز على كل حال ثم لا يضر الغمط من غمطه ولا جحود من جحده واحمد الله لأنك المحسن وهو المسيء واليد العليا خير من اليد السفلى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه دفع أمواله ووقته ودموعه ودمه واعتق الرقاب وشرق السلاح في سبيل الله ثم لما أراد أن يثامن قال والله لا أطلب الثمن إلا من الله فقال الله لأبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ويا له من ثواب عظيم من يفعل الخير لا يعدن جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس وانظر إلى الأنصار دفعوا أراضيهم دفعوا نفوسهم قدموا أرواحهم استبسلوا بدمائهم وأراد صلى الله عليه وسلم أن يثامنهم بمكان المسجد قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلة الجحود عند الغوغاء وكأنهم ما سمعوا الوحي الجليل وهو ينعى لهذا الصنف عتوه وتمرده مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه لا تفاجأ إذا أهديت بليداً قلماً فكتب به هجاك أو منحت جافياً عصاً يتوكَّو عليها ويهُشُّ بها على غنمه فشجَّ بها رأسك هذا هو الأصل عند هذه البشرية المحنطة في كفر الجحود مع باريها جل في علاه فكيف بها معي ومعك أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجانك الجميل كأسمه والمعروف كرسمه والخير كطعمه أول المستفيدين من إحسان الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد يجنون ثمرته عاجلاً في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم فيجدون الإنشراح ويحسون بالانبساط ويعيسون الهدوء ويلمسون السكينة فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم فامنح غيرك معروفاً واسدله جميلاً تجد الفرج والراحة اعطي محروماً انصر مظلوماً انقذ مكروباً أطعم جائعاً عد مريضاً أعن منكوباً تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك إن فعل الخير كالمسك ينفع حاملة وبائعة ومشترية وعوايد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان إن توزيع البسمات المسرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب شربة ماء من كث بغي لكلب عطور أثمرت دخول جنة عرضها السماوات والأرض لأن صاحب الثواب غفور شكور يحب العفو محسن غني حميد يا من تهددهم كوابيس الشقاء يا من تريبهم أحلام الفناء يا من يزلزلهم الفزع يا من يهزهم القلق والخوف هلوموا إلى بستان المعروف تشاغلوا بالغير عطاء وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة وستجدون السعادة طعما ولونا وذوقا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون الفارغون في الحياة هم أهل الأراجير هم أهل الشيعات هم أهل أحلام اليقظة لأن أذهانهم موزعة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيبقى كالسيارة المسلعة بانحدار بلا سايق تجنح ذات اليمين وذات الشمال يوم تجد في حياتك فراغا فتهيأ حينها للهم والغم والفزع لأن هذا الفراغ يسحب لك ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أدراج الحياة فيجعلك في أمر مريج ونصيحة لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مثمرة بدلا من هذا الاسترخاء القاتل لأنه واد خفي وانتحار بكبسون مسكن إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء الذي يمارس في سجون الصين بوضع السجين تحت أمبوب يقتر كل دقيقة قطرة وفي فترات انتظار هذه القطرات يصاب السجين بالجنون الراحة غفلة والفراغ لص محترف وعقلك فريسة ممزقة لهذه الحروب الوهمية إذن قم قم الآن صلي اقرأ سبح طالع اكتب رتب ادع اعمل تحرك انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ وإني لك من الناصحين اذبح الفراغ بسكين العمل ويضمن لك أطباء العالم خمسين في المئة من السعادة مقابل هذا الإجراء الطاري فحسب انظر إلى الفلاحين والخبازين والبنائين يهردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة وراحة وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرب مكانك كأنك ملذوق قضاء وقدر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها فليعلم من جهل وليدر من غفل جف القلم رفعت الصحف قضي الأمر كتبت المقادير لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الله توكلنا حسبر الله ونعم الوكيل وأفوض أمر إلى الله دعها سماوية تجري على قدر لا تشتدنها برأي منك منكوس سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون واسمع للعام ذي الفطرة الصحيحة يقول لا تشتكي واحد بات مهموم ترى الفرج عندك تراب الحزام وإن كان عينك خالفت لذة النوم أنته تنام وخالقك ما ينامي ما أصابك لم يكن ليفطأك وما أفطأك لم يكن ليصيبك إن هذه العقيدة إذا رصخت في نفسك وقرت في غميرك صارت البلية عطية والمحنة منحة وكل الوقاع جوائز أو سمة ومجرد الله بي خير يسم منه فلا يصبك قلق من مرض أو موت ابن أو خسارة مالية أو احتراك بيت فإن الباري قد قدر والقضاء قد حل والاختيار هكذا والخيرة لله والأجر حصل والذنب غفر هنيئا لأهل المصائب صبرهم ولضاهم عن الآخذ المعطي القابض الباصط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولن تهدأ صابك ولن تسكن بلابن نفسك ولن تذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر جف القلم بما انتلاك فلا تذهب نفسك حسرات لا تظن أن بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار وحفص الماء أن ينسكب ومنع الريح أن تهب وحفظ الزجاج أن ينكسر هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك سوف يقع المقدور وينفذ القضاء ويحل المكتوب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر استسلم القدر قبل أن تطوق بجيش الصخط والتذمر والعويل اعترف بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم إذن فليهدى بالك إذا فعلت الأسباب وبذلت الحيل ثم وقع ما كنت تحذر فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل واسمع إلى الجوائز وإلى الأوسمة وإلى العطيات للصابرين المحتسبين صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يقول ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وقال سبحانه في الحديث القدسي الصحيح من ابتليته بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عودته منهما الجنة وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه قال إذا قبض ابن العبد المؤمن قال الله لملائكتي وهو أعلم قبضتم ابن عبد المؤمن قالوا نعم قال قبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم قال فماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع قال ابن لعبدي ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وانظر إلى الأولياء كيف يصبرون على المقدور هذا عروة ابن الزبير يسافر سفرا طويلا من المدينة إلى الشام عروة الذي كان يختم القرآن كل أربعة أيام عروة الذي كان يقوم ثلثا ليل عروة الذي كان يصم يوما ويفتر يوما عروة البحر الذي قال عنه الزهري لا تقدره الدلاء سافر إلى الشام ولكنه كان سفرا بعيدا شاكا حتى قال بعد السفر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سافر معه ابنه محمد وذهب إلى هناك ونزل في بيت وأصابته الآكلة في رجله فوصلت قدمه فأرادوا بتر القدم فصبر فسرت إلى الساق فأرادوا الساق فصبر فسرت إلى الفخذ فقرر الأطباء بتر فخذه وقدموا له كأسا من الخمر وهو الولي العالم الصادق الزاهد قال أشرب خمرا قال يذهب عقلك لألا تجد علما قال والله لا أشربها كيف أذهب عقلا منحنيه ربي كيف أرتكب محرما ولكن إذا دخلت في صلاتي فسوف أنسى علمي فاقطعوا رجلي فكبر واسترسل في صلاته وسافرت روحه إلى الملكوت العليا كما قال الأول إذا كان حب الهائمين من الورى بسلما وليلا يسنق اللب والعقلا فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي صرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى وبتروا رجله وأغمي عليه واستفاق ليقول أول كلمة وينبس بأول جملة فيقول اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد عطيت وإن كنت ابتليت فقد عافيت قال له الناس أحسن الله عزائك في رجلك وأحسن الله عزائك في ابنك محمد فإنه بينما كانت تقطع رجلك ذهب إلى استبل الخيل فرفسته فرس فمات فعاد مرة ثانية ليبعث رسالة حارة إلى الحي القيوم المتفضل سبحانه ليقول اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أعطيتني أربعة أعضاء وأخذت عضوا وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابناء فأنت المتفضل صاحب الجميل والمرأة السوداء صح الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى وإذا هي تسرع تمرض تتكشف يعيث بها المرض يزلزلها يقلقها تضطيب منه فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعرض عليها الخيار وهي أمة سوداء لكنها مؤمنة بالله مسلمة بالقضاء والقدر إن شئتي دعوت الله لك فشافاك وإن شئتي صبرت واحتسبت ولك الجنة قالت بل أصبر وأحتسب وادع الله لي ألا أتكشف قال عطاء من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء اصنع من الليلون شرابا حلو الذكين الأريب يحول الخسائر إلى أرباح والجاهل الرعديد يجعل مصيبة مصيبتين طرد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة سجن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة حبس بن تيمية فصار علم الأمة وضع السرخص في إقاربين معطلة فأخرج ثلاثين مجلدا أقعد بن الأثير فصلنف أربعين مصنفا نفي بن الجوزي فتعلم القراءات أصابت الحمى مالك بن الريب فصار شعر الدنيا مات أبنى وابي ذويب الهذلي فرزاهم بإلياذة أنصت لها الدهر وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرك منها إذا ناولك أحدهم كوبا ليمون فأضف لي حفنة من سكر إذا أهدى لك أحدهم ثعبانا فخذ جلده الثمين وترق باقية إذا لتغتك عقرب فاعلم أنه مصر واقي ومناعة حصينة ضد السم الحيات تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا ووردا ويا سمينا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفائلا ومتشائما فأخرجا راسيهما من نافذة السجن أما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك أما المتشائم فنظر في الطين فبكى انظر إلى الوجه الآخر الماساه لأن السر المحظ ليس موجود أصلا بل هناك خير ومكسب وفتح وأجر أما يجيب المضطر إذا دعاه من الذي يفزع إليه المكروب من الذي يستغيث به المنكوب من الذي تصمد إليه الكائنات من الذي تسأله المخلوقات من الذي تلتجي إليه العباد من الذي تلهج الألسنة بذكره من الذي تأله القلوب من هو الواحد الأحد إنه الله الذي لا إله إلا هو وحق علي وعليك أن ندعوه في الشدة والرخاء والسراء والضراء ونفزع إليه في الملمات ونتوسل إليه في الكربات وننطرح على عتبات بابه سائلين باكين ظارعين منيبين حينها يأتين مدده يصر إلينا عونه يسع إلينا فرجه يحل علينا فتحه أما يجيب المضطر إذا دعاه فينجي الغريب ويرد الغائب ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الظال ويشف المريض ويفرج عن المقروب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولن أسرد عليك هنا أدعية إزالة الهم والحزن والغم فهي معلومة في دوا من السنة إذا وجدت الطريق إلى ربك فقد وجدت كل شيء وإن فقدت الإيمان به فقد فقدت كل شيء إن دعاءك ربك عبادة أخرى وطاعة العظمى ثانية فوق حصول المطلوب وإن عبداً يجيد فن الدعاء حري أن لا يهتم ولا يغتم ولا يحزن ولا يقلب قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كل الحبال تتصرم إلا حبله كل الأبواب توصد إلا بابه كل الطرق تغلق إلا طريقه هو قريب سميع مجيب يجيب المضطر إذا دعاه يأمرك وأنت الفقير الضعيف المحتاج وهو الغني القوي الواحد الماجد بأن تدعوه ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم إذا نزلت بك النوازل إذا ألمت بك الخطوب فالهج بذكره واهتف باسمه واطلب مدده واسألوا فتحه ونصره مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج الحرية وأرغم الأنف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاح مد يديك ارفع كفيك أطلق لسانك أكثر من طلبه بالم في سؤاله أليح عليه إلزم بابه انتظر لطفة ترقف فتحه اشتب اسمه احسن الظن به انقطع إليه تبتل إليه تفتيلا حتى تسعد وتفل العوض من الله لا تأسف على مصيبة فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير أولئك 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 عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هنيئا للمصابين بشرى للمنكوبين سلام على المضطفدين إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير والآخرة خير وأبقى فمن أصيب هنا هو في هناك ومن تعب هنا ارتاح هناك ومن افتقر هنا اغتنى هناك أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها فأشد ما على قلوبهم فوت حضوظهم منها وتنغيص راحتهم فيها لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة أيها المصابون ما فات شيء وأنتم الرابحون فقد بعث لكم برسالة بين أسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار إن على المصاب الذي ضرب عليه سراجة المصيبة أن ينظر ليرى النتيجة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وما عند الله خير وأبقى وأهنى وأمرى وأجل وأعلى وأغلى الأسقياء بكل معاني السقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة وذلة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة لا يسعد النفس لا يزكيها لا يضهرها لا يسرها لا يفرحها لا يذهب غمها وهمها وكلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين لا تعمل الحياة أصلا إلا بالإيمان إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يشري دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها كرينا إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآثار والأغلال والظلمات والدواهي يا لها من حياة تعيسة بلا إيمان يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم يعمهون وقد آن الأوان للعالم أن يقترع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان بأن لا إله إلا الله بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة والإلحاد كذبة وأن الرسل صادقون وأن الله حق وأنه على كل شيء قدير وبقدر إيمانك قوة وضعفة حرارة وبرودة تكون سعادتك وراحتك وطمانينتك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم وتبات قلوبهم بحب باريهم وطهارة غمائرهم من أوظار الحراف وبرود أعصابهم أمام الحوادث وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء ورضاهم في مواطن القدر لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اجن العسل ولا تكسر الخلية الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه اللين في الخطاب البسمة الرائقة على المحية الكلمة الطيبة عند اللقاء هذه حلل منسوجة يرتديها السعداء وهي صفات المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتصنع طيبا وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إن من الناس من تشرئب لقدومهم الأعناق وتشخص إلى طرعاتهم الأمصار وتحييهم الأفئدة وتشيعهم الأرواح لأنهم محبوبون في كلامهم في أخذهم في عطائهم في بيعهم في شرائهم في لقائهم في وداعهم إن اكتساب الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار فهم محفوفون دائما وأبدا بهالة من الناس إن حضروا فالبشر والأنس إن غابوا فالسؤال والدعاء إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه ادفع بلته أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم فهم يمتصون الأحقاد بعاطفتهم الجياشة وحلمهم الدفي وصفهم البري يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسان تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم بل تذهب بعيدا هناك إلى غير رجعة هم في راحة والناس منهم في أمن والمسلمون منهم في سلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يقول صلى الله عليه وسلم فيما يوعنه إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني ووالله لقد وصلت من قطعك وعفوت عن من ظلمك وعطيت من حرمك فهنيئا لك تلك المنزلة والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس بشر هؤلاء بثواب عاجل من الطمأنينة والسكيلة والرضوان والهدوء وبشرهم بثواب أخروي كبير في جوال رب غفور في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مكتدر ذكر الله تعالى الصدق حبيب الله الصراحة صابون القلوب التجربة برهان الرائد لا يكذب أهله لا يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم الأجر كالذكر فاذكروني أذكركم وذكره سبحانه جنة في أرضه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها إذا مرضنا فداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكسوا اذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا وهو الطريق الميسر المختصر إلى كل فوز وفلاح طالع دووين الوحي لترى فوائد الذكر جر مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن بذكره تزاح جبال الكرب والغم والأسى الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومحللي ولا عجب أن يرتاح الذافرون فهذا هو الأصل الأصيل لكن العجب العجاب كيف يعيش الغافل عن ذكره أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون يا من شك الأرقى وبكى من الألم وتفجع من الحوادث ورمته الخطوب هل يهدف باسمه تقدس في عليائه هل تعلم له سمية إن بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك يهدأ قلبك تسعد نفسك يرتاح ضميرك لأن في ذكره معاني التوكل والثقة والاعتماد والتفويض وحسن الظن وانتظار الفرج فهو قريب إذا دعي سميع إذا نوذي مجيب إذا سئل فاضرع واخضع واخشع وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وتنجيدا وثناء ومدحا وتعاء وسؤالا واستغفارا وسوف تجد بحوله وقوته السعادة والأمن والسرور والنور والحبور فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب آخرة يقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والبيت لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الحسد كالآكلة الملحة تنخر العظم نخرا إن الحسد مرض مزمن يعيث في الجسم فسادا وقد قيل لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم وعدو في جلباب صديق وقد قالوا لله در الحسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي وبك قبل أن نرحم الآخرين لأننا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومنا ونسك الغم دماءنا ونوزع النوم على جهون الآخرين إن الحسد يشعل فرنا ساخنا ثم يكتحم فيه التنغيص والكدر والهم الحاضر أمراض يولدها الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة الجميلة بلية الحسد أنه خاصم القضاء واتهم الباري في العدل وأساء الأدب وخالف الشرع وقدح في العقل يا للحسد من مرض لا يجر صاحبه ومن بلاء لا يثاب عليه المبتلى به وسوف يبقى هذا الحسد في حرقة دائمة حتى يموت أو تذهب نعم الناس عنهم كل يصالح إلا الحاسد أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني ما له ذنب عليه علمته إلا تراده نعمة الرحمن وأبى فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني إن الحاسد يريد شيئا محددا لا غيره يريد أن تتنازل عن مواهبك أن تلغي خصائصك أن تترك مناقبك فإن فعلت ذلك فلعله يرضى على مضر نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد فإنه يصبح كالثعبان الأسود السام لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم بريء فأنهاك أنهاك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد اكبر الحياة كما هي اكبر الحياة كما هي حال الدنيا ملقصة للذات كثيرة التبعات جاهمة المحية كثيرة التلون مزجت بالكدر خلقت بالنكد وأنت منها في كبد دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من دار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء جذوة نار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكذاء والأكدار لن تجد ولدا أو زوجة أو صديقا أو نبيلا أو مسكنا أو وظيفة إلا وفيه ما يكدر وعنده ما يسوء أحيانا فأطفئ حر شره ببرد خيره لتنجو رأسا برأس والجروح قصاص أراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين والنوعين والفريقين والرأيين خير وشر صلاح وفساد سرور وحزن ثم يصفى الخير كله والصلاح والسرور في الجنة ويجمع السر كله والفساد والحزن في النار وفي الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم فعش واكعك ولا تصرح مع الخيال ولا تحلق في عالم المثاليات اكبل الدنيا كما هي وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتها فسوف لا يصفو لك صاحب ولا يكمل لك فيها أمر ولا يصلح لك حال لأن التمام والكمال في الآخرة لن تكمل لك زوجه في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر فينبغي أن نسدد وأن نقارب وأن نعفو وأن نصفح وأن نأخذ ما تيسر ونذر ما تعسر خذ العفوة وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه إذا أنت لم تسرم مرارا على القذا ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه ولست بمستبك أخا لا تنمه على شعة أي رجال المهذب فلنغمض الطرف أحيانا ونسدد الخطى ونتغافل عن الأمور ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابل تعذ بأهر البلاء تلفت يمنة ويسرة فهل ترى إلا مبتلى هل تشاهد إلا منكوبا هل تبصر إلا مصابا في كل دار نائحة على كل خد دمع في كل واد بن سعد كم من المصائب كم من الصابرين فلست أنت وحدك المصاب بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل كم من مريض على سريره من أعوام يتقلب ذات اليمين وذات الشمال يئن من الألم يصيح من السقم كم من محبوس مرت به سنوات ما رأى الشمس بعينه وما عرف غير ذنزانته كم من رجل وامراه فقدى فلذات أكبادهما في ميعة الشباب وريعان العمر كم من مكروب كم من مديون كم من محبوس كم من عرض منهوك كم من دم مسفوك كم من عقل منهوب كم من مال مسلوب آن لك أن تتعزب أولئي وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجن للمؤمن وأنها دار الأحزان والنكبات تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسي خاوية على عروسها بينما الشم المجتمع والأبدان في عافية والأموال وافرة والأولاد كثر ثم ما هي إلا أيام فإذا الفقر والموت والفراق والأمراض وتبين لكم كيف فعنا بهم وضربنا لكم الأمثال فعليك أن توطن نفسك كتوطين الجمل المحنك الذي يبرك على الصخرة وعليك أن توازم صابك بمن حولك وبمن سبقك في مسيرة الدهر ليظهر لك أنك معافى بالنسبة لهؤلاء وأنه لم يأتك إلا وخزاة سهلة فاحمد الله على لطفه واشكره على ما أبقى واحتسم ما أخذ وتعز بمن حولك ولك في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة وضع السلة على رأسه أدميت قدماه شج وجهه حوصر في الشعب طرد من مكة كسرت ثريته رمي في عرض زوجته كتل سبعون من أصحابه فقد ابنه ماتت بناته ربط الحجر على بطره اتهم بشتى التهم وصانه الله عن ذلك وهذا بلاء لا بد منه وتنحيص لا أعظم منه وقد قتل قبل ذلك زكريا وذبح يحيا وهجر موسى ووضع الخليل في النار وسار الأئمة على هذا الطريق فضرج عمر اغتيل عثمان وطعن علي وجلد الظهور الأئمة وسجن الأخيار ونُكِّل بالأبرار أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَأُوْ وَالضَّرَّاُوْ وَزُرْزِلُوْ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عانت الدهر إلا من له خطر أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأكسى كعره درر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر الصلاة الصلاة إن الصلاة كفينة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلو الاكتئاب كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال فكانت قرة عينه وسعادته وبهجته وقد طالعت سير أكوام أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق وكسرت في وجوههم الخطوب فزعوا إلى صلاة خاشعة فتعود لهم قواهم وإرادتهم وهممهم إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب يوم تتطاير الجماجم وتسيل النفوس على شفرات الشيوف فإذا الثبات والسكينة والرضوان والأنز إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرف على المسجد وأن يمرغ جبينه ليرضي ربه أولا وليمكن نفسه من هذا العذاب الواصب وإلا فإن الدمع سوف يحرك جفنه والحزن سوف يحطم عصابه وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاة ومن أعظم النعم لو كنا نعكل هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة كفارة لذنوبنا رفع لدرجاتنا صلاح لأحوالنا سكينة لنفوسنا دواء لأمراضنا تسكب في ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين تملأ جوانحنا بالرضا أما أولئك الذين جانبوا المسجد وتركوا الصلاة فمن نكد إلى نكد ومن حزن إلى حزن ومن شقاء إلى شقاء فتعسل لهم وأضل أعمالهم حسن الله ونعم الوقين تفويض الأمر إلى الله التوكل عليه الثقة بوعده الرضا بصنيعه حسن الظن به انتظار الفرج منه من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه يجد الرعاية والولاية والكفاية والتأيد والنصرة لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فاجعلها الله عليه بردا وسلاما ولما قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث ولا يقاوم الملمات ولا ينازل الخطوب لأنه خلق ضعيفا عاجزا ولكنه حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه يجد النصر والتأيد والفتح والإعانة وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين فيا من أراد أن ينصح نفسه توكل على القوي الغني ذو القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من النكبات واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فناد حسبنا الله ونعم الوكيل وإذا خفت من عدو أو رعبت من ظالم أو فزعت من خط فاهدف حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بربك هاد ونصيرا قل سيروا في الأرض مما يشرح الصدر ويزيح الكرب السفر في الديار وقطع الكفار والتقلق في الأمصار والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد أقلام القدرة وهي تكتب على صفعات الوجود آيات الجمال لترى حدائق ذات بهجة ورياضا أنيقة وجنات ألفافة اخرج من بيتك تأمل ما حولك وما بين يديك وما خلفك اصعد الجبال اهبط الأودية تسلق الأشجار عقب من الماء النمير ضعنفك على أغسان الياسمين حين تجد روحك حرة طليقة كالطائر الغريد تسبح في فضاء السعادة اخرج من بيتك ارك الغطاء الأسود عن عينيك ثم سر في فجاج الله الواسع ذاكرا مسبحا وكتاب الفضاء أقرأ فيه سورا ما قرأتها في كتابي إن الإنزواء في الغرفة الضيقة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحار وليست غرفتك هي العالم ولست أنت كل الناس فلم الاستسلام أمامك تائب الأحزان ألا فاهتف ببصرك وسمعك وقلبك انفروا خفافا وثقالا تعالى لتقرأ القرآن هنا بين الجداول والخمائل بين الطيور وهي تتلو خطب الحب وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التل إن الترحال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لمن ثقلت عليه نفسه أظلمت عليه غرفته فهيا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر ونتدبر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فصبر جميل التحلي بالصبر من شئم الأفذاذ من شئم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة وبمناعة أبية وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع هل عندك حل لنا غير الصبر هل تعلم لنا زادا غيره كان أحد العظماء مسرحا تركض فيه المصائب وميدانا تتسابق فيه النكبات كلما خرج من نكبة دخل في أخرى وكلما نجى من كربة تعرض لثانية وهو متترس بالصبر متدرع بالثقة بالله حتى قال إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهاتها فجعل الله له فرجا ومخرجا هكذا يفعل النبلاء يصارعون الملمات يطرحون النكبات أرضا دخلوا على أبي بكر وهو مريض قالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب قد رعاني قالوا فماذا قال؟ قال يقول إني فعال لما أريد كيف أشكو إلى طبيبي يا مابي والذي قد أصابني من طبيبي قال ابن المرتعش ذهبت عيني من أربعين سنة ما علمت ابنتي ولا زوجتي وفي مقالات لأحد المعاصرين أنه عرف جارا له مقعدا من عشرين سنة يقول والله ما أن ورشتك وما زال يحمد ربه حتى مات واصبر وما صبرك إلا بالله اصبر صبر وافكا بالفرج عالم بحسن المصير طالب الأجر راغب في تكفير السيات اصبر مهما تلهمت الخطوب وأظلمت أمامك الدروب فإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العس يسرى وقد قرأت سيرة عظماء مروا في هذه الدنيا وذهلت لعظيم صبرهم وقوة احتمالهم كانت المصائب تقع على روسهم كأنها قطرات ماء باردة وهم في ثبات الجبال وفي رسخ الحق فما هو إلا وقت قصير وإلا وقت قطرات أكارب الساعة والمشي إلى الخلف ورد النهر إلى مصبه لا تحزن لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء وتبعثر الماء وتغير السماء وتهلق الحديقة الغناء لا تحزن لأن المحزون كنهر الأحمق ينحدر من البحر ويصب في البحر وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذة وكالنافخ في قربة مفقوبة وكالكاتب بأصبعه على الماء لا تحزن فإن عمرك الحقيقي سعادتك وراحة بالك فلا تنفق أيامك في الحزن ولا تبذل لياليك في الهم ولا توزع ساءاتك على الغم ولا تسرف في إضاعة حياتك فإن الله لا يحب المسرفين لا تحزن فإن أموالك التي في خزينك وقصورك السامقة وبساتينك الخضراء مع الحزن والأسى والياس زيادة في أسفك وهمك وغمك لا تحزن فإن عكاكير الأطباء ودواء الصيادلة ووصفة الحكيم لا تسعدك وقد أسكنت الفزن قلبك وفرشت له عينك وبسط له جوانحك وألحفته جلدك لا تحزن وأنت تمرك الدعاء وتجيد الانطراح على عتبات ربوبية وتحسن المسكنة على أبواب ملك الملوك ومعك الثلث الأخير من الليل ولديك ساعة تمريغ الجبير في السجود لا تحزن فإن الله خلق لك الأرض وما فيها وأنبت لك حدائق ذات بهجة وبساتين فيها من كل زوج بهيج ونخلا باسقات لها طلع نظيد ونجوم اللامعات وخمائل وجداول ولكنك تحزن لا تحزن فأنت تشرب الماء الزلال وتستنشك الهواء الطلق وتمشي على قدميك معافة وتنام ليلك آمنا لا تحزن فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى والمحبوس يفك والغائب يقدم والعاص يتوب والفكير يغتني لا تحزن أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع والليل البهيم كيف ينجلي والريح الصرصر كيف يسكن والعاصفة كيف تهدأ إذن فشدائدك إلى رخاء وعيشك إلى هنا ومستقبلك إلى نعماء لا تحزن لهيب الشمس يطفيه وارف الظل وضمأ الهاجرة يبرده الماء النمير وعضة الجوع يسكنها الخبز الدافئ ومعاناة السهر يعقبه نوم لذيذ وألام المرض يزيلها هناء العافية فما عليك إلا الصبر كليلا والانتظار لحظة لا تحزن فقد حار الأطباء وعجز الحكماء ووقف العلماء وتساءل الشعراء وبارت الحيل أمام نفاذ القدرة ووقوع القضاء وحتمية المقدور عسى فرج يكون عسى نعلن نفسنا بعسى فلا تقنط وإلا قيت هم من يقبض النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئسى إن مع العسر يسرى يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم أسألك أن تذهب عنا الهم والغم والحزن والكدر والوصب والنصب اللهم إن نعوذ بك من الشقاء والشقوة والذلة والفكر سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبيه وآله